في هذه الفترة نرى عند الشباب اهتمام جداً أكبير بما يخص تطبيقات الألعاب الخاصة في الأجهزة الذكية شي اللي خلاهم يتجهون لهذا الجانب خصوصاً يعني في بعض الشباب يحبون أنهما يقضون وقتهم في الألعاب وبالأخص لسمات فونز ممكن هي تعطيهم وقت الفراق أو حتى وانتوا ناطرين الدور لمن هذه ممكن هي تصير عندهم ممكن تكون نوع من أنواع للترند الحالي تفاصيل كثيرة رح نعرفها مع مهدي حسن الحبابي مصمم برامج وتطبيقات الأجهزة الذكية مساء الخير وحياك الله مساء شلا الله أحلام فيك في البداية نبنتكلم عن الابليكيشن اللي أسستها أو اللعبة اللي أنت أسستها فيها ماني صح؟ ايه ماني جو هي شبيهة للعبة البوكيمون جو بما أن البوكيمون جو كانت أول لعبة تجمع بين الواقع والواقع الافتراضي نعم فاحنا صممنا لعبة تسوي فيها رياضة ومع الرياضة أن أنت تكسب فيها فلوس بس فلوس مو صد جية لا فلوس صد جية صد؟ ايه فلوس صد جية يعني أنت في البوكيمون تفتر بين البيوت وتفتر بالشوارع تأخذ بوكيمون وما في مردود أما الفلوس اللي نحطها كل كوين كل قطعة تعتبر 100 فلس فأنت المستخدم يمشي ويلقط فلوس ويروح يشتري فيها من المحلات اللي مشتركة معانا اه اوكي فكرة والله ذكية يديدة عدا الحين راح الناس إذا سمعوا في هذا الشيء وردي البوكيمون يعني يننهم يننهم بكل مكان قاعد تلقاهم قاعد يمشون ويدورون بوكيمونات الآن يروحون يدورون قريشات ايه ايه الآن الناس شقالة الناس الفير بالليل قاعدين يشتغلون أنا أشوفهم عندنا بسستم شقالين بايز قاعدين يلمون فلوس دعم شلي خلاك أن أنت تتجهلي هذا النوع من الابليكيشنز والألعاب ليش ما فضلت أن انت تخوض المجال الثاني يعني حين أكثر المطاعم المحلات يكون عندهم ابليكيشن ممكن من خلال الناس تطلب فيه لكن انت رحت لي جانب ثاني جانب يعني فيها شوي وناسة وفني حق الناس ومع هذا قاعد يستفدون منه اه بالضبط احنا احنا كانت الفكرة ان شوفها في في لعبة قديمة ماريو الكل يعرفها صحيح او كل العاب القديمة كان الشخصية البطل في اللعبة ماريو صحيح وكان يسوي مغامرات وينجز وديش وشدي فاحنا لعبتنا نفس الطريقة لكن لايف انت لما تلعب اللعبة هذي راح تحس ان انت الشخصية انت البطل انزين لان انت راح تحط الأباتار شكلك اه بعدها راح تغامر بالشوارع راح تمشي فمجرد ما انت تلعب اللعبة راح تندمج معاها فتصير انت في عالم ثاني اوكي شلون قدرت ان انت تصممها او قدرت ان انت مثلا توصل لهذه الفكرة شكذا خدت معاك وقت وهل موضوع اللعبة ممكن يعني بما انت اللي بتكرها خنقول شون قادرنا انت توزعهم بالاماكن يعني ما تحاتي انه في اماكن ممكن تكون خطرة على اذا كانوا يا هالو صغار قاعد يلعبون هذه اللعبة بالضبط في اماكن خطرة انا حاط تحذير من زين في اللعبة وفعلا في اماكن خطرة لان يعني انا اليوم لما لعبها تلقيني امر بالشارع تلقيني امر باماكن يعني دخلتني مقبرة اوه اي يعني فالدشين اماكن مغائه هي لعبة مغامرات نزعين وفيها مردود حلو نزعين وفيها مردود مو بس لنا احنا كمستخدمين في مردود حق المحلات اللي تشارك معانا يعني المحل اللي بيسوي دعاية حق محلة نزعين يخلي الناس تصل الفلوس عنده صحيح فهني تحرك السوق تحرك المحل وتحركوا الناس لان بما ان احنا اكتر دولة فيها سمنة يعني صحيح فبدا لا تعطيني ولدك مصروف دينارين ماذا يبدو دورون بالشوارع بالمحلات؟ كل مكان راح لان المستخدم سيارات وغيره؟ وين ما يكون لا السيارة ما تشتغل لها اوكي المستخدم وين ما يكون اول ما يفتح جهازه راح يطلع لفلوس فلازم يلحق الفلوس هذي ماشي ماشي ايه طيب اذا بنتكلم انت هل حاط في شروط معينة اي شخص يبي يلعبها اني اكيد فيها هال صغار الحين تروايته الحين اصلا الجيل ما فيها هال كلهم عمره اربع سنين خمس سنين تقابده الايباد ولا غيره ويقدر سهل انه هو ينزل له هذه البرامج وهذه الالعب يبدأ يلعب فيها والامان انت قاعد يمشي حتى ما تدري شوه بيخطر شارع بيروح اماكن ثانية هل انت حاط اول شي شرط لأي احد قاعد يسجل في هذه اللعبة بالضبط احنا حاطين ان اول شي حاطين تحذير لانه اللعبة مغامرات فانحنا لما نقول لعبة مغامرات يعني انت فعلا قاعد تغامر وحاطين تحذير انه بتعد عن الاماكن الخطرة وابتعد عن الاماكن والفلوس تطلع بشكل عشوائي ما تطلع في اماكن احنا نحطها احنا راح نحط في اماكن معينة داخل مجمعات فقط يعني احنا الحين فترة المضان راح يكون في عندنا مجمع مشارك معانا راح نحط الفلوس داخله والناس متوي رياضة داخل مجمع فالناس تلقت الفلوس داخله وبعد الفطور تروح تصرفهم عند المحلات المشاركة اما بالنسبة للتحذيرات راح تكون داخل الجهاز يعني بين فترة وفترة يطلع التحذير ان انت قاعد تمشي بسرعة لازم تخفف انت راح في الشارع لازم تنتبه عن السيارات تنتبه على الاماكن يعني هذه التحذيرات موجودة داخل اللعبة حلو اذا بنتكلم احين يعني من ناحية التطبيقات وكثيرة هي وبالاخص تطبيقات الالعاب شنو اليديد اللي قدمت من خلال هذا الابليكيشن اليديد هذه اول لعبة بالعالم تعطيك فلوس يعني ما في لعبة من قبل تعطيك فلوس هذه اول لعبة لان الالعاب اللي قبلها فلوس بس مو صجيء مو بس فلوس مو صجيء انت تدفع فلوس الناس قام تطلع كرد كار بس عشان الالعاب يعني فاحنا قلنا لا بدالة الناس تعلن في اماكن يعني يعني احنا قاعد نغير طريقة الاعلان لان الاعلان راح يصير ان انت تقط فلوسك باللعبة والناس تيلك لي مكانك صحيح يعني احنا لو حطينا كوينز فلوس يم اي بقالة الناس عساس ترح تاخذهم ش راح يصير من البقالة يشتروا منا بالضبط فهذه طريقة اعلان يديدة يعني فبالعالم كله يعني لحنا روسيا وامريكا واربا كلهم قاعد ينزلون اللعبة ويعني قاعدين انتصالات قوية حلو انا قاعد توسع اللعبة قاعد تخليها عالميا هي غلوبال مو بسر لقويت شون قادر انت تسيطر عليها عالميا عندنا فريق قادر ان يسيطر على الوربة وان كان احد ممكن هو ابتكر لابكيشن او لعبة مشابهة لها ما يقدر يعني الحين اللي يبي ابتكر لعبة نفسها احنا شقالين علىها صار لنا ست شهور فاللي يبي سوي نفسها يبي لها ست شهور على الاقل وعندنا براءة اختراء يعني انا مطلع براءة اختراء هني من الكويت ومصنفها اللعبة وابل ما رح يرضان يعني طبيعي طبيعي يعني اذا بنتكلم مهدي من جانب ثاني يمكن موضوع تصميم الابليكيشن موضوع جدا كبير انت قاعد تخوضها في مجال بزنس خلنا نقول شنو راح تكون خطوتك من بعد هذا هذا التطبيقه وهذه اللعبة هل في عندك مجال ثاني ممكن انت توسعه من خلال الابليكيشن؟ صراحة على المدى البعيد خنقول شنو حاط في بالك؟ مو ما رح اغير النشاط لان هذا المستقبل طبعا طبعا لكن ايه اللعبة هذه لها مستقبل لان احنا عندنا خطة كبيرة ورح تتوسع ورح تتطور اكثر فا احنا شقالين الآن احنا نزلنا اللعبة لكن احنا شقالين الآن بعد سبوع رح ينزل ما تخاف انه ممكن تصير لهم فترة ويملون فيها اني وايد اطلعت هبوا فيها بعد بعد شهرين ثلاثة اربعة الا وقفوا فيها ما قاموا يلعبون حتى وان كان فيها هذه التطويرات الممكن هي تصير صح كرامش لكن هذه اللعبة تعطيك فلوس فما حدي مل من الدول طبعا هكيد يعطيك العافية وموفق ان شاء الله مهدي حسن الحبابي مصمم برامج وتطبيقات للاجهزة الذكية شكرا لكم موفق ان شاء الله اجمعين ان شاء الله يعطيك العافية وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم قالكم على خير ان شاء الله على نفس الموعد مع السلامة موسيقى